ونمشي خطوة خطوة والركز وكمان النهاردة هناخد كشف الكمية وكشف المغلق عشان المؤيسة دي من المؤيسات المهمة جدا تعالوا كده مع بعض نشوف طبعا الأقسام المعمارية يخصنا النهاردة من الأقسام المعمارية تخصص أعمال نجارة العمارة والنهاردة هكون مادة التخطيط وإدارة الانتاج للصف الثالث نجارة العمارة طبعا احنا في أول المؤيسات بنبتدي نقول يعني ايه كشف الكمية ويعني ايه الغرض منه الغرض من كشف الكمية هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي في عندي كشف تاني بيطلبه مني طبعا الكشف بيكون بند بيان الأعمال العدد انقطاع بالسنتيمتر عرض سنك الطول بالمتر هو ده الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي طبعا بقول في بداية الكشف بالمتر الطولي خشب موسكيليزوم وابتدي أشتغل في كشف الكمية تعالوا نشوف الكشف التاني وهو كشف المغلق والغرض منه إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طبعاً زي ما انت شايف ادل الجدول بند بيان الاعمال العدد المقاسات بالمتر طول عرض سمك طبعاً احنا مختصرين اهو طول عرض سمك جزئية كمية يعني ايه جزئية؟ قلنا لو البند ما ينفعش ان هو يتحط على جزئية واحدة فبنعمله على جزئيتين او تلاتة ونبتدي نجمع الجزئيات ونحطها في بند الكمية وهو ده الغرض من كشف المغلق ايجاد كمية الاخشاب بالمتر المكعب وطبعاً يعني متر مكعب بضرب الطول في العرض في السمك اما بند التفصيلات ده ببتدي اعمل على هيئة لوح خشب وابتدي اقسمه على حسب الكطاعات الموجودة عندي في كشف المغلق تعالوا مع بعض كده نبتدي مؤيسة شباك شمسية وزجاج شباك ملكان وهنقف في الحتة دي شوية هنقف نقول يعني ايه شباك ملكان؟ ليه سمي الشباك بهذا الاسم؟ الجزء ده هيكون خاص بالتكنولوجيا يعني كشرح شباك ملكان اطلقوا على هذا الشباك هذا اللفظ لان النقر بتاع ورق الشمسية بتعمل على مكانة تسمى مكانة الملكان ومكانة الملكان بتتعمل النقر بتاعها على زاوية 45 مائلة لجهة الخارج مائلة لجهة الخارج ليه؟ عشان تحجب رؤية ما بداخل الحجرة وكمان بتعمل لعملية حجب الأشياء الشمس وكمان بيكون فيه فراغ ما بين الورقة والورقة قدره 3 سنطي المسافة ما بين الورقة والورقة بتكون 3 سنطي ودي بتكون بغرض التهوية وإدخال وتجديد لواء بالحجرة تعالوا مع بعض كده نكمل المؤيسة قهد الشباك اللي احنا هنشتغل النهاردة عليه المؤيسات زي ما انت شايف موجود في فتحة مباني طول متر اربعين في ارتفاع متر عشرين نركز في الحتة دي طول في ارتفاع الطول متر اربعين والارتفاع متر عشرين وطبعا ده المسكة الرأسي والقطاع الأفقي والقطاع الجانبي في المسكة الرأسي أسمين الرسمة أو المسكة من المنتصف عشان نبين أنا عندي أربع دولف هيبان ضلفتين وفيه التلات دولف هيبان ضلفة ونص يبقى أنا عندي المسكة الرأسي نص من الداخل ونص من الخارج نص من الداخل يبين لي من ثلاث دولف الإزاز ضلفة ونص ومن الأربع دولف يبين لي ضلفتين هذه شكل المسكة الرأس تعالوا مع بعض نتكلم عن التفاصيل الإنشائية أو المكونات لهذا الشباك الشباك ده مكون من قائمين حلق ومعبرة وجلسة الشباك طبعا هيزيد عليه عن الباب في جلسة طيب عندي بعد كده الدولف عندي حوالي أربع دولف شمسية وثلاث دولف زجاج كل دولفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلة وزي ما انتم شايفين آه دي ورق الشمسية موجود في القطاع الجانبي وبيكون مائل على زاوية 45 والمسافة ما بين الورقة والورقة بتكون 3 سمت تعالوا مع بعض بقى نكمل آه آه دي شكل النموذج اللي بيجي في الامتحان بيقول لي في الامتحان الرسم الموضح عبارة عن المسكة الرأسي اللي هو كان موجود في الرسمة السابقة والقطاعين الأفكي والجانبي لشباك شمسية وزجاج مكون من 4 دولف 4 دولف شمسية وسلاس دولف زجاج مصنوع من الخشب الموسكي احنا اتفقنا ان الخشب الموسكي موجود معايا في الثلاث سنوات دلوقتي احنا في سنة ثالث يعني ايه الخشب الموسكي؟ يعني لطول لعرض لصمك الأطوال بتاعته بتبدأ من 3 الى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنطي اما العرض بيكون من 7 سنطي ونص الى 30 سنطي بزيادة قدرها 2 سنطي ونص والصمك بيكون من 2 ونص الى 10 سنطي يبقى احنا واغدين من سنة اولى ان الخشب الموسكي هو ده اللي هشتغل عليه موجود في المغلق بأطوال وعرض وصمك من 3 الى 6 بيزياد كل 30 في الطول اما العرض من 7 ونص ليه 30 سنطي بيزياد قدره 2 سنطي ونص والصمك بتاعه بيكون بسمك بوصة الى 4 بوصة يعني 2 ونص الى 10 سنطي تعالوا نشوف ما بعد بيقول لي مركب على فتحة مباني ماس متر اربعين في متر عشرين طبعا هنقول ان هو ما وضح ليش في المسكة الرأسية يبقى احنا على طول نعرف ان المتر اربعين طول فيه ارتفاع يعني ده طول الفتحة وده ارتفاع الفتحة ايه المطلوب مني زي ما احنا قلنا مطلوب منك عمل كشفين كشف الكمية التفصيلي اللي اخشاب اللازمة بيكون لشباك واحد اما كشف المغلق بيقول لي هات بقى بعد ما عرفت الكمية بتاعة اطوال الشباك الواحد هاتلي في كشف من المغلق بتاعي هاتلي عدد ست شبابيك هاتلي الخشب بتاعي لعدد ست شبابيك قاد النموذج اللي بيجي في الامتحان عشان تبقى انتعلي هنا ما قال ليش سمك الحائط 25 لكن انا موضح لي في المسكة الرأسي سمك الحائط 25 وهذا يعني ان البر من جهة واحدة يبقى عندي ايمين وواحدة معبرة وواحدة جلسة تعالوا مع بعض كده نشوف كطاعات الاخشاب كطاعات الاخشاب بيدهاني نركز مع بعض دي كطاعات الاخشاب طب لو ما ادانيش كطاعات الاخشاب هفرضها على حسب اصول الصناع طب هجيبها منين درستها في مادة التكنولوجيا تعالوا هنا الراجل اداني كطاعات الاخشاب قوائم ومعبرة وجلسة الحل طبع حين قلنا ده شباب بيكون في جلسة يبقى في اوايم في معبرة في جلسة كام 15 في 5 اما اوايم ورؤوس عليا للضلفة الشمسية والزجاج يبقى الاوايم والرؤوس العليا سواء للضلفة الشمسية او الزجاج بيكون من عرض 7.5 في 5 سنتي الرؤوس الصفلة للضلفة الشمسية والزجاج بيكون من عرض 10 في سمك 5 قوائم ومعبرة وجلسة البر لان ده شباب بيكون من عرض 7.5 في 1 و 9 اما ورق الشمسية وهو ده البند اللي موجود عندي زيادة في المؤيسة دي بيكون من عرض 5 في سمك 1 وربع عشان كده سميناها ورقة او ورقة شمسية لانه سمكها بيكون 1 سنتي وربع قال لي في الملاحظات تؤخذ من كتاع 10 في 5 طب ازاي؟ قال لي انا مش عايز العرض موجود 5 في 1 وربع سمك لكن انا عايزك تجيب لي العرض 10 يبقى انت هتقسم العرض 10 هيبقى 5 و5 اما السمك 5 هيتقسم على 4 اجزاء كل جزء منها سمك 1 وربع يبقى احنا عارفين ان العشرة دي هتقسم مصين والخمسة دي هتقسم على 4 اجزاء تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنا زيادات التشغيل اللي ذكرناها في بداية الحلقة واللي موجودة معايا على طول وهي الضفر والتلسين وقالنا الضفر بيكون 2 في 5 من 100 اما التلسين بيكون 2 في 25 من 1000 ليه 5 من 100؟ لان انا شغال بالمتر الطولي المتر يعني بقسم على 100 الخمسة سنتي معناها 5 من 100 الاتنين ونص معناها 25 من 1000 طبعا الكلام ده احنا في سنة ثالثة وعارفينه طب الضفر بنزوده فين؟ بنزوده فيه اوايم الحل وايه اوايم الضلفة يبقى اوايم حل اوايم ضلفة بزود فيها الضفر اما التلسين بيكون في المعبرة وطبعا الجلسة والرؤوس العليا والسفلة يبقى احنا عارفنا زيادة التشغيل وقلنا للطلبة ليه بنزود الضفر؟ لانه قلنا لو جينا ننقر نعمل عملية نقر ليه القايم طبعا النقر بيكون في الاوايم عشان كده بزود الضفر لو جي تنقر في المسافة دي ايه اللي هيحصل في الايم؟ بنسميه في السوق يتشلع في النجارة او في اللفظ الصناعة يسمى شلع شلع يعني كسر يبقى انا بحمل معايا 5 سنتي بيكون لمين للأوايم اللي موجود فيها النقر يبقى الضفر ده 5 سنتي بنقر بعد 5 سنتي بسيبه ليه؟ عشان يحمل معايا فيه التنفيذ لان لو القايم القصر عملية اهضار للأخشاب هضطر ان انا جيب قايم جديد طبعا مش هينفع يبقى هضطر ان انا اسيب 5 سنتي معايا تحميل وهو ما يطلق عليه الضفر ام بزوده فيه الاوايم الحلق واوايم الضلفة اما الرؤوس بزودها فيه المعبرة في الجلسة في الرؤوس العليا وفي الرؤوس السفلة اللي موجودة عندي في شباك تعالوا كده مع بعض نكمل يعني فتحة مباني ويعني فتحة نجارة برضو كده بشكل سريع قلنا فتحة المباني بسيب خلوص من فوق طبعا بالنسبة للشباك خلوص من فوق وخلوص من تحت وبالنسبة ليه المعبرة والجلسة بشيل خلوص يمين وخلوص شمال والخلوص احنا اتفقنا عليه عشان الراجل لما يجي يوزن الحل يكون مظبوط ويتم عملية الفتحة والغلق فيه بشكل مظبوط طبعا اه دي فتحة المباني من الحائط للحائط في طول الفتحة اما الفتحة النجارة بتكون من بداية الحل الى نهاية الحل يعني فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني بمقدار 2 سنت تعالوا نشوف الرسمة دي اوضح اه دي الشباك بتاعي فتحة المباني اللي هي موجودة باللون الاسود فتحة المباني طبعا زي ما انت شايف بتكون متر اربعين في ارتفاع الفتحة متر عشرين فتحة النجارة اللي هي من الحائط للحائط اهو من الجلسة إلى المعبرة أو العتب أما فتحة النجارة باشيل خلوص يمين وخلوص شمال وبالنسبة للارتفاع باشيل خلوص من أعلى وخلوص من أسفل زي ما انت شاي يعني لو فتحة المبني متر أربعين يبقى فتحة النجارة متر تمانية وتلاتين شلت واحد سمتي يمين وواحد سمتي شمال وباشيله ليه؟ علشان خاطر لما بجأ أوزن الأوايم أو المعبرة أو الجلسة بتتوزن بميزان المية فلاقي مسافة أتحرك فيها وابتدي أعمل وسبت بشغل الشغل بتاعي بشكل مزبوط طبعا قادر تفعل فتحة موجود من العتب إلى الحائط بتاع الجلسة دي بسميه فتحة مباني أما فتحة النجارة باشيل خلوص من أعلى وخلوص من أسفل يبقى فتحة النجارة بتكون فتحة المبني متر عشرين يبقى فتحة النجارة تلاتين سنطي يبقى متر تمنتاشر سنطي تمام وهادي شكل الحلق اللي بشتغل عليه سمك الحلق طبعا العرض خمستاشر ليه الإفريز ده؟ عشان الشباك وهو بيقفل يلاقي حاجة يصد فيها فبشيل من الخمسة سنطي واحد سنطي إفريز يبقى سمك الحلق بعد عمل إفريز كام أربع تعال برضو نوضحها تاني قادي سمك الحلق قادي شكل الحلق خمستاشر فيه سمك خمسة بشيل واحد سنطي إفريز اهو قادي الإفريز عشان الشباك لما يجي يقفل يصد في المسافة دي وقدرها واحد سنطي يبقى إذن سمك الحلق بعد عمل إفريز كام أربعة سنطي يلا بينا بقى نشتغل كشف الكمية التفصيلي بكتب هنا كشف الكمية التفصيلي وأبتدي أسطر الجدول بتاعي بالألم الرصاص بيتكون من باندي بين الأعمال العدد القطع بسنتيمتر عرض سمك الطول بالمتر هو ده الغرض من كشف الكمية التفصيلي طبعا الملاحظات بتاعتي أنا عايز أجيب الطول فبكتب في الملاحظات أنا جبته الطول إزاي؟ تعالوا كده مع بعض نشوف بالمتر الطولي خشف موسكليزوم أول بند عندي أوائم الحلق كم قايم عندي؟ قايم يمين وقايم شمالي بل عدد اتنين عرض كام خمستاشر في خمسة جبت منين العرض؟ جبته وهو وصمك من جدول قطاعات الأخشاب زائد إن أنا كمان عارفه من مادة التكنولوجيا تعالوا مع بعض كده نشوف موجود الأوايم في فتحة متر عشرين يبقى فتحة مباني كام متر عشرين بشيل خلوص من أعلى وخلوص من أسفل أصبحت فتحة نجارة اللي هي متر كام تمنتاشر وزود بزود في الأوايم دفر ولا تلسين بزود دفر اتنين في الخمسة من مية يبقى دي عندي عشرة بالزيادة طبعا زيادة بزود زيادة التشغيل يعني بزود يبقى بنقص اتنين وبزود عشرة يبقى معايا تمانية بالزيادة أحطهم على المتر عشرين يبقى متر تمانية وعشرين يبقى طول الأوايم طول الآيم الواحد متر تمانية وعشرين وانا عندي ايمين تعالوا بقى لوضحها في شريحة كده منفصلة ما لكش انت علاقة ولكن هي الحاجة الوحيدة ان انت تفهم انا جبت ازاي الطول زي ما انت شايف هنعتبر انه هو ده طول ايم الحل انا عايز اعرف طوله من بدايته لنهايته طيب هو موجود في فتحة كام موجود في فتحة مباني من اول العتب لحد الجلسة فتحة قدرها متر عشرين امال ايه الفراغ ده واحد سنتي خلوس من اعلى ها واحد سنتي خلوس من اسفل فاصبحت كام ادي الواحد سنتي من فوق واحد سنتي من تحت اصبح الايم كام هتشيل اتنين من المتر عشرين هتبقى متر تمنتاشر ودي ما يطلق عليها فتحة النجارة طيب ده ايم ولا راس ايم هزود دفر ولا تلسين هزود زيادة تشغيل دفر القدرها كام اتنين في خمسة من مية يبقى متر تمنتاشر اصبحت فتحة نجار هزود عشرة بقت متر تمانية وعشرين تمام كده يا شباب يبقى بشيل خلوس من اعلى وخلوس من اسفل ادي اتنين سنتي بترحهم من المتر عشرين يبقى الايم ده طوله متر تمنتاشر هزود بقى زيادة تشغيل بتاعتي دفر لان ده ايم وانحنا قلنا بزود الدفر في اوايم الحلق واوايم الضالفة اتنين في خمسة من مية لاني شغال بالمتر يبقى ده عشرة ومتر تمنتاشر يبقى متر تمانية وعشرين تعالوا نجيب المعبرة بالمرة معبرة وجلسة الحلق ادي المعبرة والجلسة طبعا هكتب العدد اتنين لكن انا عايز اعرف الوحدة طولها دي تعالوا نشوف فتحة المباني موجود في طول الفتحة متر اربعين بشيل خلوس من وخلوس شمال اصبحت فتحة نجارة يبقى فتحة المباني من البداية الحلق لنهاية الحلق فتحة النجارة من الحلق للحل الفراخ ده قدره كام واحد سنتي والفراخ ده قدره كام واحد سنتي هيبقى كام هنشيل اتنين من متر اربعين يبقى طول المعبرة كام متر تمانية وتلاتين تمام فتحة نجارة بقت متر تمانية وتلاتين هزود في المعبرة ايه دفر ولا تلسين اتفقنا في بداية الحلقة بزود التلسين في المعبرة والرؤوس يبقى اتنين في اتنين ونص معناها خمسة وعشرين من الف ليه كتابتها خمسة وعشرين من الف لاني طبعا انا بزود بشتغل بالمتر فبقسم الاتنين ونص على المية تبقى خمسة وعشرين من ألف لو أنت مش هتقدر تجابها اقسم عالمية لأن احنا شغالين بالمتر يبقى اتنين في اتنين ونص بخمسة خمسة على المتر تمانية وتلاتين يديني متر تلاتة واربعين دي كده طول المعبرة وطول الجلسة تعالوا مع بعض ندونها في الكشف اللي أنت هتشتغل به فيه كراسة الإجابة هنكتب البند رقم اتنين معبرة وجلسة الحل العدد اتنين عرض خمستاشر في خمسة ليه العدد اتنين واحدة معبرة وواحدة جلسة المعبرة موجودة فوقه والجلسة موجودة تحت فبكتب العدد اتنين لكن أنا عايز طول الوحدة تعالوا نقول فتحة مباني كام متر اربعين هشير خلوص من الجهتين اتنين في واحد من مية دايماً أي حاجة مضروبة في المؤيسات بحطها ما بين قصين زائد اتنين في خمسة وعشرين من ألف تلسين اتفقنا بزود في المعبرة تلسين يبقى دي بزود خمسة وبنقص اتنين يتبقى معايا تلاتة بالزيادة احطهم على المتر اربعين يبقى متر تلاتة واربعين واكتبهم في باند الطول بالمتر اللي هو الغرض من كشف الكمية التفصيل يبقى احنا كده جبنا الاوايم وجبنا المعبرة تعالوا مع بعض نجيب اوايم الضلفة طبعاً أنا عندي سبع دولف سبع دولف نركز مع بعض يا شباب في الحتة دي أنا عندي فيه الشباك ده اربع دولف شمسية وتلات دولف زجاج يبقى عندي كم دولفة عندي سبع دولف موجودة في الشباك طيب الضلفة فيها كم آيم موجود فيها آيمين يبقى اتنين في سبع بكام باربعتاشر يبقى العدد هيكون كام اربعتاشر آيم بس أنا عايزة اعرف طول الآيم الواحد يبقى انا هكتب العدد اربعتاشر ولكن هشتغل على واحد بس ازاي اجيب طوله يبقى انت لو جبت طول الآيم الواحد يبقى انت جبت طول الآيم الاربعتاشر آيم عشان كده بنكتب في بداية في العدد في العدد بنكتب اربعتاشر آيم بنرجع تاني كده الاسلايد هو الآيم انا عايزة اعرف ايه عايزة اعرف طوله اللي هرد من كشف الكمية هجيب طوله من اول هنا لحد هنا هو موجود في فتحة كام موجود في فتحة متر عشرين يالله نشتغل بشير خلوص من اعلى وخلوص من اسفل اللي احنا هلنا عليه في بداية الحلقة بشير صمك المعبرة وصمك الجلسة بعد عمل الافريز بشير صمك الحل وصمك المعبرة وصمك الجلسة بعد عمل الافريز طبعا القدراء كام بعد عمل الافريز اربعة سنتي اتفقنا صمك الحلقة خمسة بشير منه واحد سنتي فريز يبقى كام اربعة تعالوا انا اعرف القيم من اول هنا لحد هنا كام بسيطة واحد واربعة خمسة ودي خمسة يبقى عشرة عشرة من متر عشرين يبقى دي طولها كام متر عشرة يبقى طول الايم كام من اول هنا لحد هنا متر عشرة طيب بزود زيادة تشغيل بتاعت دفر ولا تلسيم اتفقنا بزود فضل الاوايم دفر لان الاوايم بيكون فيها نقر يبقى هزود دفر اتنين في الخمسة من المية ادي عشرة ودي متر عشرة يبقى طول الايم كام متر عشرين تعالوا مع بعض نشوف ندونها ازاي هكتب في البند بند رقم تلاتة بيان الاعمال قوائم الضلف العدد اربعتاشر العرض سبعة ونص في خمسة انا عايز اعرف الطول فتحة مباني متر عشرين بشير خلوص من الجهتين اتنين في واحد من مية بنقص صمك الحل صمك المعبرة وصمك الجلسة من اعلى واسفل اتنين في اربعة من مية اتفقنا اي حاجة بضرابها في اتنين وبحطها ما بين قصين وبزود بعد كده كام اتنين في خمسة من مية ضفر مش بلاحظة دي اتنين ودي تمانية عشرة بالنقص وعشرة بالزيادة خلاص كده خلاص يبقى طول الفتحة يفضل زي ما هو يبقى ايزا طول قويم الدولف متر عشرين بعد ما شلت الزيادات ونقصت الخلوص بتاعي وصمك المعبرة يبقى اكتب في البنت طول بالمتر ده اللي انا عايزه متر عشرين يبقى عندي اربعة عشر قايم عرفت جبت اللي اربعة عشر منين عندي سبع دولف اربع دولف شمسية وتلت دولف زجاج اتنين في سبعة لان الايم فيه عدد ايمين اتنين في سبعة بكامب اربعة عشر يبقى انا عندي طول الايم الواحد متر عشرين تعالوا مع بعض كده نكمل طيب انا عايز اجيب الرؤوس اتفقنا الرؤوس كلها واحد ولكن بافصل الرؤوس العليا عن الرؤوس الصفلة لان الرؤوس العليا من عرض سبعة ونص والرؤوس الصفلة بتكون من عرض عشرة امتى خدهم مع بعض لو كانوا نفس العرض ونفس الصمك ولكن هناك الرؤوس العليا للدولف الشمسية وزجاج هاخدهم مع بعض لانه من عرض واحد وصمك واحد حتى كمان في الرؤوس العليا في الضلف الشمسية الزجاج مش هاخده مع بعض ليه لانه عندي اربع ضلف شمسية عشان اجيب الراس هقسم على الاربعة وعدي تلات ضلف زجاج عشان اجيب الراس هقسم على التلات وفي الرؤوس السفلة هفصلهم برضو الشمسية هقسم على الاربعة لانه عندي اربع ضلف وفي الزجاج هقسم على تلاتة لانه عندي عدد تلات ضلف تعالوا مع بعض ازاي نجيب الراس العليا انا عندي رؤوس العليا للدولف الشمسية عندي كام دالفة اربعة يبقى عندي كام رأس اربع رؤوس انا عايز اجيب الراس الواحدة اديه هي موجودة فتحة كام متر اربعين هشيل خلوص يمين وخلوص شمال واحد سمتي واحد سمتي واشيل صمك الايم الحلق يمين بعد عمل الفريز وصمك الايم الحلق بعد عمل الفريز من ناحية الشمال يبقى دي خمسة يمين وخمسة شمال عشرة عشرة من متر اربعين يبقى طول الراس كام؟ متر تلاتين احنا بنتكلم عن الرؤوس العليا للدولف الشمسية يبقى هقسم على كام؟ على الاربعة يديني متر تلاتين على الاربعة يديني تلاتة وتلاتين طول الراس هزود واحد سمتي اللي هو الإفريز بتاع التقابل دايماً وأنا بعمل عملية الدولف بعمل إفريز زيادة عشان عملية التقابل للدولف الدولف وهي بتتفرد أو بتتقفل مع بعض بيكون في واحد سمتي إفريز للتقابل فبزود على الراس بعد ما طلع الثلاثة وثلاثين الواحد سمتي الزيادة اللي هو واحد سمتي فريز هيبقى طول الراس كام؟ 34 نشوف بقى الزيادات التشغيل احنا بنتكلم عن الرؤوس ولا الأوايم بنتكلم عن الرؤوس هزود دفرة ولا تلسين هزود تلسين قدره كام؟ اتنين في اتنين ونص يبقى أنا هزود خمسة على 34 يبقى 39 يبقى طول الراس الواحدة تطلع كام؟ 39 تعالوا نشوف كده مع بعض يبقى اتفقنا متر اربعين بشير خلوص يمين وخلوص شمال بشير سمك الحل ايمين وسمك الحل اشمال بعد عمل فريز هيبقى كام متر تلاتين خمسة يمين وخمسة يبقى عشر عشر من متر اربعين يبقى طول الراس متر تلاتين هقسمها على الاربع رؤوس يديني تلاتة وتلاتين هزود واحد سنطري اللي هو التقابل لفريز يبقى اربعة وتلاتين وهزود تلسين اتنين في اتنين ونص معناها خمسة وعشرين من الف تفقنا شغالين بالمتر فبقسم على مية يبقى خمسة خمسة واربعة وثلاثين يبقى طول الراس كام تسعة وثلاثين ولكن العدد أربع رؤوس أروح أدونها على طول في الكشف بقول الرؤوس العليا للدولف الشمسية هشتغل الدولف الشمسية الأول البند رقم أربعة العدد كام راس أربعة لأنه أربعة دولف والدولفة فيها راس واحدة سبعة ونص في خمسة ها ميتر أربعين فتحة مباني بشير خلوص يمين وخلوص يمال اتنين في واحد من مية وحطهم ما بين قصين رقم سمك الحلق يمين وسمك الحلق يمين بعد عمل إفريز اتنين في أربعة من مية يطلع هنرقص عاشرة من متر أربعين يديني متر تلاتين هقسمهم على أربع رؤوس يديني تلاتة وتلاتين هزود واحد سنتي لإفريز يبقى أربعة وتلاتين وزود التلسين اتنين ونص يمين واثنين ونص شمال يبقى خمسة حاجة توضيحية ليك عشان تقدر تعرف انا جبت الراس ازاي طيب الرؤوس العليا لديه في الزجاج نفس الكلام بس بدل ما هقسم على الاربعة سمعك كام على التلاتة تعال نشوف كده مع بعض فتحة المبني متر اربعين هشيل خلوص من الجاتين اتنين في واحد من مية هنقص سمك الحلق من الجاتين بعد عمل فيزي اتنين في اربعة من مية هيطلع كام هنقص عشرة من متر اربعين يديني متر تلاتين لكن انا عندي تلات رؤوس يبقى سمعك كام على التلاتة يطلع تلاتة واربعين هزود الواحد سمت الافريز وزود التلسين يطلع عندي كام طول الرؤوس تسعة واربعين يبقى طول الرؤوس العليا للدولف الزجاج العدد تلاتة ولكن الطول هيطلع كام تسعة واربعين طبعا اكبر من الدولف الشمسية عشان دول عدد تلات رؤوس طيب بالنسبة للروس السفلة برضو هاخد الدولف الشمسية الوحدة والدولف الزجاج لوحدها لان عندي الضولف الشمسية الضولف الزوجاج ثلاث هنا اقسم على اربعة هنا اقسم على الثل Courage اختصارا ليه الوقت واختصارا كمان في زمن الامتحان هنكتب هنا كما بالبند الرقم اربعة الى هو بتاع الرؤوس العليا للضولف ويطلع طول الرأس كما بتسعة و التلاتين طيب البند اللي بعدينه بند سبعة الرؤوس العليا ولكن للضولف مين الزجاج العدد كما الثلاتة عرضه عشرة و خمسة برضو هتطلع كما بالبند رقم خمسة اللي هو تسعة و اربعين يبقى الرؤوس العليا والرؤوس السفلة زي بعض فصلتهم لان دي من عرض سبعة ونص ودي من عرض عشرة سانتي هنجي بقى البند قوائم ومعبرة وجال ستلبر اتفقنا يا شباب ان طبعا احنا ابتدينا نشرحها ولكن التركيز كان قليل فيها شوي فابتدينا نفهمها لك بطريقة بسيطة احنا دايما في الاوايم بنقص حاجتين بنزود حاجتين بنقص حاجتين بنقص خلوص وركوب ايه الركوب ده انا بركب البر بتاع اللي هي البرواز الخشبي اللي بعمله عشان يسدلي الفرغ ما بين الحلق وما بين الحايت اللي انا سبته الواحد سانتي مين اللي هيسد الفرغ ده البر يبقى البر ده حلية وبركبها على نص الحلق طب سمك الحلق كان بعد عمل فريز اربعة يبقى هركب البر على كام على اتنين يبقى الاتنين التانية دي مش موجودة معايا يبقى بنقص حاجتين وبزود حاجتين بنقص خلوص واحد من مية بنقص ركوب 2% وبزود عرض البر وقطعيات طب القطعيات قدرها ايه وهل يطرى زيادة تشغيل اللي في البر هل يطرى دفر ولا تلسين ولا هي دفر ولا هي تلسين اسمها زيادة تشغيل وبيطلق عليها نفذ قطعيات يبقى انا بزود طب القطعيات قدرها دي سواء في الابواب او الشبابيق قدرها 25000 اللي هي 2.5 و 2.5 طبعا احنا في الشباب كل حاجة هتبقى من الجهتين في الباب كنا في الاوايب بنقص من اعلى بس وفي المعبرة من الجهتين لكن في الشباب كل حاجة من اعلى واسفل في الاوايب وبالنسبة للمعبرة والجلسة يمين وشمال تعالوا مبصوا مع بعض كده في الاسلايب طبعا برضو دي شريحة توضحية انت مش مطلب بيه ازاي بجيب اوايب البر بقول فتحة المباني فتحة المباني كان موجود في فتحة متر عشرين بنقص خلوص من اعلى وخلوص من اسفل وبنقص ركوب اتفقنا بنقص حاجتين وبزود حاجتين بنقص خلوص اعلى واسفل اتنين في واحد من مية وبنقص ركوب اتنين في اتنين من مية ليه اتنين في المية لان سمك الحال اربعة انا بركب على اتنين بس منه يبقى الاتنين من مية دي اللي هي ركوب على نص الحال وبزود عرض البر عرض البر عندي كام سبعة ونص سبعة ونص وانا شغال بالمتر يبقى معناها خمسة وسبعين من الف يبقى ايه اتفقنا بتكون سبتة في الابواب والشبابيك قدرها اتنين في خمسة وعشرين من الف اللي هي اتنين ونص يمين واثنين ونص شماية. يبقى هيطلع طول الايمكان متر اربعة وثلاثين. تعالوا نشوف المعبرة. معبرة وجلسة البر. موجودة الفتحة كام? متر اربعين. بنقص خلوس من الجاتين? اتنين في واحد من مية. بنقص ركوب على نص الحال من الجاتين? اتنين في اتنين من مية. يبقى اتفقنا بنقص حاجتين. وبزود حاجتين? ايه الحاجتين اللي هزودو؟ عرض البر وقتعيات. بس طبعا من الجاتين اتنين في خمسة وسبعين من السلاح عرض البر من الجاتين. زا اتنين في اتنين ونص أو خمسة وعشرين من السلاح. يعني شغل بالمتر. اللي هو اه القطعيات برضو اتنين من الجاتين. يديني كام متر اربعة وخمسين. تعال كده انا حسبها مع بعض. اتنين واربعة ستة. ستة ستة بالناقص. وعندي ادي سبعة ونص في اتنين بخمستاشر ودي خمسة يبقى عشرين يبقى انا عندي عشرين زيادة بالزيادة وعندي ستة بالنقص يدقى اربعتاشر اربعتاشر احطوهم على المتر ربين يبقى متر اربعة وخمسين طبعا هنبتدي ندونه في الكشف ونبتب الملحظات بتاعتنا اللي احنا قلنا من شوية طيب اوايم البر العدد كام اتنين ليه اتنين لان سمك الحائط خمسة وعشرين يبقى البر من جاة واحدة يبقى عدد الاوايم كام اتنين عرض كام 7.5 في سمك كام واحد وتسعة تعالى نجيب الطول بالمتر فتحة المباني الاوايم موجودة فتحة متر عشرين بنقص خلوص من اعلى واسفل اتنين في واحد من مية بنقص اتنين في اتنين من مية ركوبة على نص الحل بزود عرض البر من اعلى واسفل اتنين في خمسة وسبعين من الاف وبزود قطعيات اتنين في خمسة وعشرين من الاف يدين طول الايم كام متر اربعة وثلاثين تعالى نجيب المعبرة والجلس باند رقم 9 معبرت وجلسة البر العادة كام 2 واحدة معبرت وواحدة جلسة عرض 7.5 في واحد وتسعة فاتحة المباني كام 1.40 بنقص خلوص من الجاتين 2 في 1 من مية بنقص ركوب من الجاتين 2 في 2 من مية بزود عرض البر من الجاتين 2 في 75 من ألف بزود قطعيات 2 في 25 من ألف يديني كام 1.54 يبقى طول المعبرة الوحدة والجلسة 1.54 وخمسين هنا بقى يا شباب نقف شوي ليه؟ لأن البند ده بتاع الطالب المميز الطالب اللي هو ملتزم وبيزاكر ومجتهد فلازم أن يتميز عن بقية الطالبة لأن البنود اللي فاتت دي بنود أساسية طبعا موجودة في جميع المؤيسات أو سبتة في جميع المؤيسات مع اختلاف العدد لكن الورق الشمسية ده ده بند مميز وده اللي بيخليني أد درجات أعلى للطالب إذا كان عمل البند الزيادة اللي هو البند العاشر ورق الشمسية. احنا اتفقنا أن الورقة عرضها خمسة وصمكها واحد وربع. وقلنا ورق الشمسية أطلق عليه هذا اللفظ لأنه بتحطي في دولف الشمسية ومن المميزات دولف الشمسية حاج برؤية ما بداخل الحجرة وحاج بأشاء الشمس وتجديد الهواء بالحجرة عشان بعمل الورقة مائلة لجهة الخارج على زاوية خمسة واربعين والفراغ ما بين الورقة والورقة بيكون تلاتة سنطر. طيب أنا عايز أعرف طول الورقة ديه وعدد الورقة في الضلفة. أنا عايز أعرف هركب كم ورقة كم ورقة في الضلفة. وإحنا اتفقنا بنسمي الشباك ده شباك ملكان لأن النقرة تاعة الورقة الشمسية تعمل على ما كان اسمها تسمى ما كانت الملكان بتعمل النقرة على زاوية خمسة واربعين طيب أنا عايز أجيب العدد وعايز أجيب الطول. يبقى أنا عندي كده حاجتين هجيبهم. العدد والطول طب العدد موجود فين? موجود في ارتفاع الفتحة. هركب كم ورقة في الضلفة؟ تمام يبقى هبتدي أشتغل ونقص من فوق. هنقص خلوس من أعلى وخلوس من أسفل. هنقص صمك المعبرة وصمك الجلسة. هنقص عرض الراس العليا وعرض الراس الصفلة. وصلت للورقة. طيب هأسم على 3 من 100. ليه 3 من 100؟ اتفقنا أن ما بين الورقة والورقة 3 سنطي. 3 سنطي الفراغ التلاتة سنطي ده اللي هو بنسمي له. بيعمل لي عملية تجديد للهواء داخل الحجر. الفتحة والفراغ اللي بين الورقة والورقة بيكون 3 سنطي. يبقى أنا بعد ما وصلت ونقصت الحاجات دي كلها هترحى من الفتحة 120 واللي يطلع عقسمه على 3 من 100 يديني عدد الورق هزود عليها ورقة دليل زيادة عشان تبقى معي بالزيادة لأن طبعا الورقة بيكون صمك وبيكون 1 ربع. فبزود معي ورقة بالزيادة ونشوف العدد هيطلع كم. تعالوا كده مع بعض نشوف. اولا هيجيب طول الورقة. طول الورقة موجود في فتحة متر اربعين. عشان اجيب طول الورقة موجودة في فتحة متر كام متر اربعين. يلا نقص هنقص خلوص من الجاتين 2 في 1 من 100 هنقص صمك الحلق من الجاتين بعد عمل فريز 2 في 4 من 100 واللي يطلع عقسمه على الاربع دولف لأن الدولف الشمسية موجودة في الورقة الشمسية موجود في الدولف الشمسي. عندي اربع يبقى أقسم على الأربعة يديني طول الضالفة الوحدة تلاتة وتلاتين يلا ناقص عرض الآيم الضالفة يمين وعرض الآيم الضالفة شمال يبقى ناقص عرض القائمين عرض الآيم كام سبعة ونص يبقى اتنين في خمسة وسبعين من الف زائد اتنين في واحد من مية اللي هي مقدار دخول الورقة في الآيم الورقة بتدخل واحد سنتي في الآيم يمين وواحد سنتي في الآيم شمال وزود زيادة التشغيل بسميها تقصيب حاجة بزودها بالزيادة وبعد كده بشيلها او بقصبة واتفقنا اي زيادة تشغيل بزودها علشان تحمل معايا في التنفيذ او في الشغل بتاعي يبقى خلي بالك فتحة المبني متر اربعين هنقص خلوص من الجاتين والحلق بعد عمل افريز من الجاتين واللي هيطلع عاصمه على الاربعة يديني تلاتة وتلاتين هنقص عرض الايم يمين وعرض الايم شمال اداني طول الورقة هزود بقى مقدار دخول الورقة واحد سنتي يمين واحد سنتي شمال وهزود زيادة تشغيل تقصيب اتنين في واحد من مية يطلع كام اتنين وعشرين يبقى طول الورقة كام اتنين وعشرين طب العدد اتفقق ان ان العدد موجود في فتحة مبني متر عشرين هنقص خلوص من اعلى وخلوص من اسفل اتنين في واحد من مية هنقص سمك الحلق من اعلى سمك الحلق او سمك المعبرة وسمك الجلسة اتنين في اربعة من مية بعد كده هنقص الراس العلي عرض الراس العليا سبعة ونص يبقى خمسة وسبعين من ألف هنقص عرض الراس الصف لعشرة هطرح كل الكلام ده من متر عشرين يديني الورق كله على بعضه أو موجود في فتحة تلاتة وتسعين هقسمها على المسافة ما بين الورقة والورقة قدرها تلاتة سنت وإحنا شغالين بالمتر يبقى هقسم على تلاتة من مية يبقى تلاتة وتسعين على تلاتة من مية يديني عدد الورق واحد وتلاتين ورقة في الضلفة واتفقنا بنزود ورقة دليل يبقى عندي اتنين وتلاتين ورقة بالضلفة الضلفة الوحدة هيكون فيها اتنين وتلاتين ورقة طبعا نتدون بقى الكلام ده في الكشف بقى عندي رقم تسعة ورقة الشمسية جبنا العدد كام اتنين وتلاتين والعرض جبنا كام خمسة طبعا العرض خمسة في سمك واحد وربع طبعا واحد وربع بتتكتب بالمتر هه تعالا بقى نجيب الطول الطول موجود في فتحة كام متر اربعين باشيل خلوص يمين وخلوص شمال باشيل سمك الحل يمين وشمال واقسم على الكام على الاربع يديني طول الضلفة الوحدة تلاتة وتلاتين هاشيل عرض الايم يمين وعرض الايم شمال سبعة ونص يمين وسبعة ونص شمال معناها اتنين في خمسة وسبعين من الف هزود واحد سنتي مقدار دخول الورقة في الايم يمين وشمال وزود تقصيب اتنين في واحد من مية والتقصيب ده زيادة التشغيل بعد ما بحمل معايا فيه التنفيز ببتدي أقصب الزيادات فيطلع طول الورقة 22 تعال نجيب العرض العدد طبعا العدد احنا شرحناه في السلايد اللي فات طلع كام 31 ورقة وزودنا ورقة دليل يطلع كام 32 يبقى عجل دي العدد 32 وطول الورقة كام 22 من 100 زي ما انتو شايفين آه دي ورقة الشمسية الفراغ ما بين الورقة والورقة قدره كام سنتي 3 سنتي الفراغ ما بين الورقة والورقة 3 سنتي والورقة اما بتعمل زيت حلية ملفوفة او حلية مصطوفة طبعا كله بيفضل دلوقتي حاليا زيت الحلية الملفوفة وتعال نشوف مع بعض ادي شكل منظور لورقة الشمسية مجمع فيه الايم ودي شكل الورقة مائل على زاوية 45 ودي الفراغ اللي اتفقنا عليه 3 سنتي عشان يعمل لي حجب لاشيعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة ادي ورقة الشمسية ودي البند المميز للطالب المميز تعالوا بقى نخش على كاشف المغلق اتفقنا ان الخشب اللي نشتغل عليه هو الخشب الموسكي وعرفنا برضو في الحلقات السابقة ان الخشب الموسكي ليه اطوال ليه عروض ليه اسماك الطول بيبدأ من 3 الى 600 بزيادة قدرها 30 سنتي يعني 3 33 63 وهكذا اما العرض بيبدأ من 7 سنتي ونص الى 30 سنتي اخر حجب العرض الموسكي 30 سنتي طب لو في زيادة في العرض قلنا نجيب لوحين ونعمل عملية تسمى عملية اللحمات يبقى عملية اللحمات الغرض منها لصق لوحين او اقصر للحصول على عروض غير موجودة منها في السوق اما السمك بيكون من سمك بوصة الى 4 بوصة ومن 2.5 سنتي ده الخشب الموسكي وخليك فاكر لان انت تشتغل على الكلام دوت بس دايما الطول ركز عليه وانصحك ان انت تكتب الاطوال بتاعتك بالزيادات 30 سنتي فوق كشف المغلق يعني وانت بتسطر كشف المغلق انزل كمان سطرين كده وابتدي اكتب اطوال الخشب الموسكي 3-33-63-93 عشان لما تيجي تاخد الاطوال الموجودة في المغلق تبقى موجودة قدامك ما بتديش تفكر وتنجز معك شوية في الوقت لان الوقت بتاعك بيكون يعني قليل في الحل فاحنا عايزين نكون الطالب مميز وسريع في الحل عشان تقدر ان انت تاخد الدرغة بتاعتك وربنا يا كريمك ان شاء الله وتكمل الكلية بتاعتك تعالوا مع بعض نشوف ايدي الخشب الموسكي اطواله بتبدأ من 3-6 متر بزيادة قدرها 30 سنط اما العرض من 7.5-30 والسمك من 2.5-10 سنط ده الخشب الموسكي تعالوا بقى نبتدي كشف المغلق احنا طبعا بناخد في كشف المغلق القطاعات المتشبهة من حيث العرض والسمك اول قطاع عندي مين 15 في 5 اللي هو مين بند واحد اللي هو قوي من الحل كان عندي كم قايم عندي قيمين وطول الايم طلع كان متر 28 يبقى العدد اتنين وطول متر 28 طيب المغبرة والجلسة برضو كان هو بند رقم اتنين العدد كان واحدة معبرة وواحدة جلسة بطول متر 43 يبقى انت هتاخد القطاعات دي تمام كده عندك حتتين او ايمين طوله متر 28 الواحد وعندك معبرة وجلسة طولها كان متر 43 تعالوا بقى نعمل التفصيلات هناخد التفصيلات اللي هي الجزء اللي في الاخر دي هناخده في الاول في شريحة عشان تقدر ان انت ايه تشوفه طبعا احنا اتفعنا عندنا ايمين وعند معبرة وجلسة طول الايمين كان متر 28 يبقى بتدي ارسم في التفصيلات خطين الفرق ما بينه من واحد سنتي وابتدي اقسمه على حتتين جزئين وجزئين جزئين للقوايم وجزئين للمعبرة وجلسة طيب طول الايمين كان متر 28 والمعبرة وجلسة متر 43 تعالوا نجمع بقى لوح الخشب ده نجمعه يطلع لكام 5 متر 42 هل يا تارى موجود في المغلق 5 متر 42 اخد دايما بالزيادة لا موجود عندي 5 متر 70 اتفقنا الاطوال بتزيد كل 30 سنت يبقى انا عندي 5 متر 70 الموجود اللي احنا قلنا هنكتبه في بداية الكشف يبقى اخد ال 5 متر 70 دايما باخد بالزيادة طب اللوح ده بتاع كم شباك بتاع شباك واحد وانت عايز تعمل كشف المغلق لعدد كم شباك 6 شباك موجودة في اول الحلقة في اول النموذج اللي هو بتاع الامتحان عندي كشف المغلق لعدد 6 شباك طب اللوح ده بتاع شباك يبقى اجيب كم لوح اجيب طبعا 6 عشان اعمل ال 6 شباك يبقى العدد هيكون 6 ولكن الطول هيجيبه كام بطول 5 متر 70 تعالوا بروح ندونها في كشف المغلق طبعا التفاصيلات دي اللي بتدينا بيها اللي احنا عملنا فيها سطرين او خطين الفرق ما بين 1 سنتي وقسمتهم على اربع اجزاء جزئين للقوائم وجزئين للمعبرة والجلس هاول كشف المغلق لعدد 6 شباك واتفقنا يا شباب في اول الكشف من اعلى هكتب اطوال الاخشاب بتبدأ من 3 الى 6 متر عندي كم شباك 6 شباك طيب انت عملت كشف الكمية لشباك واحد روحك بقى عدد 6 شباك او هات الخشب بتاعك لعدد 6 شباك من نفس النوع نسطر الجدول ونكتب بند بيان الاعمال العدد المقاسات بالمتر طول عرض سم والعرض والسمك موجودين معايا لكن انا عايز اعرف العدد والطول جزئية كمية اتفقنا الجزئية لو البند مش هاتخد في جزئية واحدة ابتدي اعمله على جزئتين او 3 او 4 طيب لو هاتخد مع بعض يبقى هو الكمية طيب اعمل في الجزئيات اجمعهم وحطوهم في بند مين الكمية لان الغرض من كشف المغلق ايجاد كمية الاخشاب بالمتر المكعب هاتفقنا عندي بند واحد واثنين قطاع كام 15 في 5 اهو بكتب العرض 15 من 100 في 5 من 100 تعال نشوف العدد طلع كام 6 اتفقنا بتاع شباك واحد يبقى جيب 6 ايه طول طلع كام هاخد طولك زيادة الـ 5 متر 70 هضرب 6 في 5 متر 70 في 15 من 100 في 5 من 100 يدين الجزئية كام هاخد رقمين عشرين اقرب واخد رقمين عشرين يبقى 26 من 100 هو في جزئية تانية لا يبقى الجزئية هي الكمية اذا كمية البند بتاع الاوايم والمعبرة طلع كام 26 من 100 متر مكعب خشب موسك تعالوا نخش على اللي بعديه القطاع التاني الموجود عندي قطاع 7 ونص في 5 اللي هو بتاع الاوايم والرؤوس العليا طبعا تعالوا نشوف كده مع بعض كان بند تلاتة اوايم الضلف كان عدد كام 14 قايم ليه 14 قايم لانه كان عندي 7 دولف 2 في 7 ب 14 الطول الايم الواحد طلع كام متر عشرين يبقى العدد 14 بطول متر عشرين طب بند الرؤوس العليا للدولف الشمسية العدد 4 لان الرؤوس العليا موجود في الدولف الشمسية 4 يبقى العدد 4 طوله كام 39 عندي بند خمسة الرؤوس العليا للدولف الزجال عندي العدد كام 3 بطول كام 49 يبقى هي دي البنود المشتركة في قطاع 7 ونص في 5 هاخدهم مع بعض لو نفعوا يتحطوا في لوح خشب واحد تماما طب لو ما نفعش أجزأهم طبعا من الواضح إن الـ 14 في متر عشرين هيعملوا 4 يعني هيعدل 6 متر هنعمل إيه طبعا هنبتدي نجزأ يبقى هناخد بندل أوايم فيه بندل في جزئية الوحدة ونممكن نجمع الرؤوس مع بعضهم أهم حاجة إن لوح الخشب ما يعديش الطول بتاعه عن 6 متر يبقى أنا أبتدي أجمع كله مع بعضه في لوح واحد لو لوح عدد 6 متر أو الأطوال بتاعتي عدد 6 متر أبتدي أجزأ أاخد كل بندل واحده طب ينفع يجمعهم مع بعض يبقى أخدهم في لوح خشب واحد وأنا أجيبه وأبتدي أعمل إيه أفصل وده اللي بندل التفصيلات تعالوا بقى بعض كده نشوف هنعمل إيه في الموضوع ده أنا عنده 14 بتول متر أربعين هنجي على بندل التفصيلات اللي هو موجود في الآخر هناخد أربع أجزاء من الأوايم طب أربع أجزاء دول بتوع إيه طبعا الآن في ضلفتين ودي ضلفتين يبقى اللوح ده بتاع ضلفة وده بتاع ضلفة يبقى اللوح ده بتاع ضلفتين طيب أنا عندي سبعة نعمل إيه يبقى أنا هجيب واحد وعشرين لإني هحتاج تلتة الواح ونص هحتاج تلتة الواح ونص اللوح بيعمل ضلفتين نركز مع بعض يا شباب في الجزئية دي مهمة جدا أنا عندي اللوح الواحد يعمل ضلفتين هجيب لوح تاني يعمل ضلفتين يبقى كده أربع هجيب لوح تلت يعمل ضلفتين يبقى كده ست يبقى انا محتاج 3 الواح فاضل لدالف اجيب نص يبقى انا محتاج 3 الواح ونص عشان يعملوا شباك طيب 3 ونص وانا عايز اعمل 6 شبابيك يبقى 3 ونص في 6 يديني كام 21 لوح خشب يبقى انا هبتدي اروح اجيب من المغلق 21 لوح خشب موسكي باطوال كام 4 متر 80 اللي هو اطلع لي وانا موجود عندي فعلا 4 متر 80 يبقى انا تاني بقول انا قسمت انا عندي 14 قيم تمام ولكن مش هنفع اخد 14 لان اللوح اخر حاجة 600 لو خدت 14 في طول تلع متر 40 يعمل لي 14 وكسور طبعا انا عدل 600 طب اعمل ايه هاخد اربع اجزاء الاربع اجزاء دول بتوع ضلفتين لان الضلفة فيها ايمين يبقى احنا هنجيب لوح يعمل ضلفتين هجيب لوح تاني يعمل ضلفتين يبقى كده اربعة هجيب لوح تالت يعمل ضلفتين يبقى كده ست واجيب نص لوح عشان يعمل الضلفة الباقية اللي هي السبعة يبقى انا محتاج للشباك الواحد تلات دولف ونص طبعا انا عايز اعمل ستة شبابيك يبقى اضرب تلاتة ونص في ستة يديني واحد وعشرين لوح اروح اجيبه من المغلق بطول اربعة متر ثمانية نكمل مع بعض يبقى احنا عندي هيحتاجة اربعة وعشرين لوح بطول كام اربعة متر ثمانية بعمل كده في التفصيلات وبعمل الكتابة خليها جوة وتخلي المسافة ما بينهم واحد سنتي تعالوا بعد كده نشوف الرؤوس العليا والرؤوس العليا للدولف الشمسية وزجاج انا عندي كام رؤوس عليا عندي للدولف الشمسية اربع رؤوس بعرض كام تسعة وتلاتين او بطول تسعة وتلاتين عندي كام دولف عندي كام رأس عليا للدولف الزجاج تلات بطولها كام تسعة واربعين يلا نخده مع بعض ونشوف هيطلع كام هنجمع كل دول نجمعهم يديني كام تلاتة متر تلاتة جميل يبقى انا هجيب معنديش تلاتة متر تلات كشف طيب اللوح ده بتاع كم شباك بتاع شباك واحد يبقى اجيب كم لوح عشان عمل ستة شبا بيك اجيب ستة الواح يبقى العدد هيكون ستة ولكن الطول مش هيكون تلاتة متر تلاتة هجيب تلاتة متر كام تلاتين يلا روح ندول هقول لزوم باندي تلاتة واربعة وخمسة هاخدهم مع بعض لزوم اللي هو القطاع سبعة ونصف خمسة ها العرض سبعة ونصف خمسة طبعا هنجزقهم على كم جزئية اتنين يبقى خمسة وسبعين من الف شغال بالمتر وخمسة من مية تعال نجيب الجزئية لوحد اول جزئية بتاع الاوايم هيطلع عندي عدد واحد وعشرين لوح للأوايم بطول كام اربعة متر تمانين يلا نضرب واحد وعشرين فاربعة متر تمانين في خمسة وسبعين من الف في خمسة من مية يديني كام هاخد رقمين عشرين يديني تمانية وتلاتين من مية طب الرؤوس العليا والعليا اللي تدورها في الشمسة والزجاج اتفعنا هجيب 6 ألواح طول اللوح 3 متر 30 هضرب 6 في 3 متر 30 في 75 من 1000 في 5 من 100 واخد رقم 20 للديني 7 هنا جزئتين اعمل ايه عشان اجيب الكمية اجمعهم طبعا ادي 15 ودي كام 4 يبقى 45 من 100 يبقى الكمية بتاعة البند ده اللي هو قطاع 7.5 في 5 مقداره 45 من 100 متر مكعب خشب موسك تعالوا نخش على القطاع اللي بعديه اللي هو بتاع 10 في 5 الروس السفلة للدولف الشمسية والرؤوس السفلة للدولف الزجاج اه وورق الشمسية لو ترجع تاني في اول الحلقة قلنا في جدوى القطاعات الاخشاب ان العرض بتاع الورق الشمسية 5 والسمك 1 وربع قال لي لا انا عايزك تاخده من قطاع 10 في 5 طب انا عندي 5 العرض قال لي لا اهاته 10 يبقى اعمل ايه في العشرة هقسمه نصين 5 و5 طب بالنسبة للسمك 5 سنت طب انا عايزه 1 وربع يبقى قسمه 5 على كام 1 وربع 4 حتة واحد وربع يبقى هقسم العشرة نصين وهقسم الخمسة 4 اجزاء على واحد وربع تعالوا كده مع بعض نكمل الرأس السفلة للدولف الشمسية العدد 4 بتول 39 زي البند الصابق والعدد 3 رؤوس السفلة للدولف الزجاج بتول 49 اما ورق الشمسية عندي عدد 32 ورق للدولف الوحدة طول الورق كام 22 يالله بينا نشتغل اروح على بند التفاصيلات طبعا هاخد الرؤوس السفلة مع بعضها تا 4 رؤوس السفلة للدولف الشمسية و 3 رؤوس السفلة للدولف الزجاج هيطلع عندي 3 متر 3 بجمعهم اديني 3 متر 3 يبقى الموجود 3 متر 30 ها اللوح ده بتاع شباك يبقى جيب كم لوح 6 الواح بطول 3 متر 30 تعال بقى على ورق الشمسية البند المميز للطالب المميز انا عندي طبعا العرض هاسمه 5 و 5 اما السمك العرض 10 هاسمه 5 و 5 واضح لك دلوقتي وعندي السمك 1 ربع هاسمه كم الخمسة هاسمه كم 1 ربع 1 ربع ده 2 ونص وده 2 ونص يبقى 5 يبقى السمك هاسمه 4 حتة والعرض هاسمه حتتين طيب انا عندي العدد كام 32 طول الورقة كام 22 لو جينا نضرب 32 ورقة في 22 هيعدل 600 انا اعمل ايه تعال نجيبنا السم 16 يبقى انا هقسم اللوح 16 1 2 3 4 5 6 7 واقسمها 8 9 ادي 10 11 12 13 14 15 16 يبقى انا هقسم الجزئية الواحدة دي كام 16 تمام كده يبقى ادي عندي 16 ودي 16 ادي كده يعتبر ضلفة ودي 16 و 16 يبقى اللوح ده بتاع ضلفتين وفي ضلفتين في العرض يبقى اللوح دوت بتاع شباك واحد يبقى اجيب 6 الواح من نفس القطاع تعالوا كده مع بعضها واضحها لتاني انا قلت بدل ما اخد 32 اخد نصهم 16 واضربهم في 22 طلع 3 متر 52 اي 3 متر 60 لان ده اللي موجود في المغلق طيب اللوح ده اتفقنا بتاع كام شباك بتاع شباك واحد يبقى اجيب 6 الواح تعالوا بقى نوضح الجزئية دي في شريحة منفصلة انا عندي لوح الخشب موجود عرض عشرة في سمك كام خمسة اتفقنا العشرة دي قسمة كام نصين يديني خمسة وخمسة طب والسمك خمسة انا عايزة واحد وربع يبقى قسمة على 4 حتت طبعا وقسمهم 16 جزئية احنا انتفقنا نضرب 16 زي ما انتوا شايفين قسمت اربع اجزاء اهو في السمك والعرض قسمت له حيتخلي بالك بقى معي انت خدت 16 و16 ادي 32 يبقى كده ضلفة ودي 16 و16 32 يبقى كده ضلفتين ودي ضلفتين يبقى اربع دولف يبقى اذا اللوح ده بتاع شباك واحد وانا عايزة اعمل 6 شبابيك يبقى هجيب 6 الواح عرفت جبت العدد منين زي ما انت شفت دي الجزئية اللي انا حبيتها وضحانك بتاعة الطالب المميز وان شاء الله تحلها انت في امتها دلوقتي ركز فيها وراجع مع بعض كده على قناتنا قناة التعليم الصناعي التعليم الفني وهتركز في الجزئية دي مرة واثنين وثلاثة هتفهمها كويس وهي دي بتعطيك فيه درجات درجة اعلى للطالب اللي هيحل كشف المغلق لورق الشمسية يبقى انا اتفقنا كده الجزئية دي حاجة توضيحية تعالا بقى ندون هقول لزوم بند 6 و بند 7 و بند 9 لان قال لي تأخذ من 10 في 5 بند 6 و 7 بتقول رعوس الصفلة ندوله في الشمسية وزجاج عندي 10 في 5 هبتدي اقول العدد 6 التولة يطلع 3 متر 30 هضرب ال 6 هنا هضرب يا شباب 6 في 3 متر 30 في 10 في 5 من 100 يديني 38 من 100 هبتدي اقول البند اللي هو بتاع ورق الشمسية العدد 6 3 متر 60 العرض 10 في 100 في 5 من 100 يديني 11 من 100 طبعا البند ده على الجزئتين هبتدي أجمع يديني تسعة وكام تسعة واربعين يبقى الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب وابتدينا في كشف المغلق بأخذ القطاعات المتشابة من حيث العرض والإيه والصمك طيب فضلنا بند واحد بس اللي هو مين قطاع سبعة ونص واحد وتسعة اللي هو بتاع أوائم البر ومعبارة البر عندي أيمين بطول متر اربعة وثلاثين وعندي معبارة وجلسة بطول متر اربعة وخمسين هبتدي أعطي في التفصيلات لوح خشب الفرع ما بينه واحد سنتي وابتدي أخذ أيمين واحدة معبارة وواحدة جلسة أنا عندي أيمين متر اربعة وثلاثين ومعبارة متر اربعة وخمسين وجلسة متر اربعة وخمسين تعالوا نجمعهم مع بعض يديني خمسة متر ستة وسبعين مفيش في المغلقة خمسة متر ستة وسبعين هبتدي أخذ بالزيادة الموجود ستة متر يبقى اللوح دوت بتاع شباك واحد يبقى أجيب ست ألواح بطول ستة متر للاتنين أو بيلزم ستة ألواح بطول ستة متر أروح أدونه على طول بقول بند التمانية وتسعة لزوم كتاعة سبعة سنتي ونصف واحد وتسعة وابتدي أحط الخامسة وسبعين من ألف طبعاً أحاول من سنتي المتر بقسمة عالمية يعني شغال بالمتر يبقى خمسة وسبعين من ألف فيه تسعتاشر من ألف الواحد وتسعة بقسمة عالمية يدين تسعة تشر من ألف العدد طلع كام؟ ست الطول طلع كام؟ ستة متر هنا هضرب ستة في ستة متر في خمسة وسبعين من ألف في تسعة عشر من ألف نتيجة ضربة يطلع خمسة من مية والبند ده جزئية واحدة يبقى الجزئية هي الكمية هبتدي بقى أجمع الكميات كلها هبتدي طبعاً أنت عندك أنت مش هتعمل الكشف ده أنت عندك في كشف المغلق في البند الكمية هبتدي أجمع الكميات كلها يبقى الخمسة في خمسة ستة وعشرين طلعت كمية بتاعتها خمسة واربعين بتاع سبعة ونصف خمسة العشرة في خمسة تسعة واربعين والكمية بتاعت سبعة ونصف خمسة يبتدي أجمع الكمية كولاية الدينية واحد وربع متر خشب موسكي نمر واحد يبقى الست شبابيك محتاج واحد متر وربع خشب موسكي وطبعا قادي مادة التخطيط والمؤيسة دي احنا قلنا مهمة جدا لأن المؤيسة دي جات في امتحانات كتير ومن المؤيسات المهمة فركز عليها كويس وراجع الفيديو تاني مرة واثنين وثلاثة علشان خاطر تبتدي تتقن وتاخد البند المميز اللي هو بتاع ورق الشمسية يبقى احنا اتفقنا ان مادة المؤيسات من المواد المهمة الوقت بتاعها بيكون ساعتين وانا عندي جزئتين جزء خاص بالمراسات والعطاءات وجزء خاص بالمؤيسات فمحتاج منك ان انت تحل المؤيسات كتير عشان تبتدي تعرف تحل المؤيسة في وقت مختصر طبعا الحلقة بتاعتنا انتهت وكنت اتمنى ان انا اقعد معاكم فترة كمان لكن الحلقة بتاعتنا خلصت اشوفكم على خير دمتم في حفظ الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته